السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. احب الاول ارحب بكل المشتركين معي في القناة. وبرحب كمان بالمشتركين الجداد معي في القناة. ما تنتوش اللي لسه اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. واللايك والشير لو الفيديو عجبكم ان شاء الله. النهاردة هنقول الكراءة لبرج الميزان. ان شاء الله. اهلا وسهلا برج الميزان. هنشوف الاول الطاقات الموجودة. برج الميزان شايفت طاقة نارية الهوائية. اكتر حاجة شايفة قدامي. بس لو فتحت بعد كده على اي حاجة تانية هقول طبعا. عايز اشوف دلوقتي حكايتك ايه برج الميزان مع كل طاقة فيهم. شايفا الاول طاقة برج الميزان في شهر يونيو. لمنتصف يوليو او في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي. اه شايفاها هي التحرر. اه شايفاك بتتحرر من كل حاجة بتعوق خطواتك يا برج الميزان. اه شايفاك الفترة دي كمان بتفكر كتير قوي. بتفكر كتير جدا تفكير جوا تفكير ومتردد في اتخاذ قرارات كتير. اه بالذات من الناحية العاطفية. اه شايفاك فيه خطوة مش قادر تقدم عليها. يعني ممكن بكون هي دي سبب التفكير الكتير اللي عندك يا برج الميزان. اه انت ان هشوف ايه اه شوف ايه الحكاية. اه. انتو برج الميزان انت تقريبا مش مش بتنام. في قدامي. انا في قدامي دلوقتي يعني شايفا سيناريو يا برج الميزان. اه وده عشان نكون مكتفقين مش هينطبق على على الكل طبعا. انا في كل كراءة اه بحضر نفسي وبحضر طاقتي اه لبعض الاشخاص اللي هيشوفوا الفيديو واللي هيكونوا متواصلين معي او طاقتهم متواصلة معي. نبدأ الحكاية او نبدأ السيناريو اللي انا شايفا قدامي يا برج الميزان. اه يريد تقدروا اني بقول الكراءة اللي انا شايفاها اه عشان التعليقات لان الكراءة بتبقى امانة. وما قدرش اقول حاجة غير اللي انا شايفاها. اه برج الميزان انا شايفا هنا فيه علاقة ثلاثية. في علاقة ثلاثية فيها حب كبير جدا. اه شايفا قلبك مجروح جدا. شايفاك متكتف. اه مش عارف تاخد اي خطوة في العلاقة دي. اه العلاقة اللي انا بتكلم عنها هنا دي بالشكل ده هي ما فيهاش تواصل. بس انا شايفا انكو بتتواصلوا مع بعض روحيا. عند البعض العلاقة دي اه ممكن تكون سرية. اه هي بما انها ثلاثية فهي سرية. بس انا بتكلم كمان هي سرية عليك وانتو كمان. يعني عليكو على الطرف التاني. يعني كل واحد مخبي مشاعره عن التاني. يا رب بتكونوا فاهميني وتكونوا واضحة. يا رب توضح يعني. اه مش عارف كل حد فيكم مش عارف الطرف التاني بيفكر في ايه. اه شايفاك برج الميزان مش عارف تعمل ايه حاسس حاسس بحزن اه شايفا الحزن اللي عندك ده في الفترة دي بشايفاك بيخرج في صورة عطابية. اه شوف برج الميزان. انا هقول لك على حاجة انت انا شايفاك مجروح من الشخص ده كتير جدا. اه هو في حاجة انا شايفا. حتى الشخص التاني انا شايفا احساسه بالزعل اقوى منك. لان هو عنده مع مع الزعل ده انا شايفا في عنده ندم. انا شايفا ندمين جدا. اه فشايفا ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك. اه وشايفا في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير. شايفا عند بعضكو اه يا برج الميزان في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده اه في اشخاص مشتركة. يعني ممكن يكون عند البعض منكو انتو جرين او اه او في تعارف اه اه ممكن نقول عليه عائلة. يعني ممكن عائلتك وعائلة الطرف ده بيعرفوا بعض. اه لاني شايفاك بتشوفوا احيانا بس مش بتتكلموا. في مراقبة من الطرفين ايوة في مراقبة من الطرفين. اه شايفاك برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات اه بس شايفاك برضو متضايق. يعني انا شايفاك يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيل واكتر او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك غير اللي بتسمعها. اه شايفا كمان اه غيرة. غيرة من ناحيتك على الشخص ده. اه يعني شايفاك ان انا شايفاك انك حاسس ان الشخص ده من حقك. من حقك ان انت تعرف عنه كل حاجة. شايفا عند البعض كمان الطرف التاني بيكتم مشاعره. اللي هي برضو قوية. يعني انا شايفا حب قوي جدا جدا للطرفين. بس مش بيفكر كتير اه في شكل العلاقة. اه شايفا بيحلم يكون معيك. اه شايفا الطرف التاني بيدعي ربنا. بعضوك يا برج الميزان اه شايفا مل من الانتظار. يعني في البعض منكو قرر يبعد. او يختفي تماما من قدام الشخص ده. لان شايفا البعض ممكن يكون اه بيسافر ويرجع. اه شايفاك مش واسك في مشاعر الطرف التاني اصلا. يعني انت زي ما قلت هي العلاقة اه عند البعض منكم ممكن تكون سرية عليكم تول اتنين. يعني هو اللي بينكم اه احاسيس. اه ممكن تكون حاسس من ناحيته ان هو بيحبك بس انت مش متأكد. اه. العلاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي في الغالب هي مع ابراج نارية. اه شايفا بعدك يا برج الميزان ان كان عندك اه ممكن البعض منكم يعني كان عنده تجربة قبل كده او اه فيها ان جرحت فيها. ممكن يكون من الشخص ده نفسه في السابق. وممكن اه يكون من حد تاني. اه شايفا ان انت خايف ان ده يتكرر في العلاقة دي او تكون خايف يتكرر لو انت صريحته. اه بس شايفا ان العلاقة دي هيكون فيها تواصل بس هياخد وقت. هياخد وقت شوية. بالذات لو فيه طرف تالت سواء عندك او عنده او انتو اللي اتنين. اه في الغالب العلاقات اللي فيها طرف تالت انت 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 عارف ده. يعني عشان اللي بيسمع مش كل العلاقات او مش كل برج الميزان في طرف تالت. لا انا بتكلم هنا. انا بتكلم عن علاقة اه اصحابها هم عارفين ده عارفين ان فيه طرف تالت. اه اه انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده. اه خلاص كده اتفقنا ان طرف تاني دي او طرف تالت دي هي مش منطبقة على الكل. اه بعضكم انا شايفة ان الطرف التالت عنده هو الاهل. اه فيه تدخل اه شفت شايفة من اه ممكن تكون الستة دي ممكن تكون الام. اه وممكن تكون من طرفك انت يا برج الميزان اه او الطرف التاني برضو. اه يعني اه شايفة التدخل من الاهل ده هو رفض العلاقة دي تماما. يعني رفضها خالص. اه او ممكن نقول ان موضوع الاهل ده تسبب في في هدم العلاقة دي. اه شايفة البعض من موليد برج الميزان اه بعضوك اتعرض لخيانة ممكن تكون من ابراج هوائية او مائية. اه وممكن يكون العكس برضو. يعني انت اللي خنت الطرف التاني برج الميزان اه اللي بيسمع الكراءة كل واحد عارف حالته. اه العلاقة دي ممكن نقول ان الانفصال فيها حصل اه شايفة حصل من من شهور يعني ما بين ستة لثمان شهور عند البعض شايفةها وصلت لمحكمة او انت اللي بتطلب او انت بتطلب العدالة في العلاقة دي. اه شايفة في طرف اتعرض للظلم كبير. اه لاني شايفة مشاكل كتير جدا حصلت وفضلت تتصاعد وتكبر من من ولا حاجة. يعني اه مشاكل بدأت. اه تقريبا حصل تدخل الناس. اه شايفة المشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية. لكن البداية بتاعتها كانت ولا حاجة. او كانت حاجة بسيطة. لكن فيها بس شايفة تتصاعد تتصاعد بشكل غريب يا برج المزان بعضها كان اه فيها شكوك. فيها غيرة. بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص. اه في البعض عندكم كان السبب مدي. اللي في الحالة دي برج المزان انت بتعيش حالة حزن. شايفك بتعيش حالة حزن كبيرة جدا وشايفات منطوية على على نفسك وعلى الذكريات. اه بعضكم برج المزان الطرف التاني برضو شايفة بيعيش ندم. او لسه هيمر بحالة ندم شايفة عند البعض خلاص انت اديت دهرك للعلاقة او الطرف التاني هو اللي ادي ده دهره للعلاقة. اه مش عايز مصالحة خالص. اه شايفك قفلت على قلبك بس انا شايفة فيه نسبة رجوع يعني برغم كده انا شايفة فيه نسبة رجوع كبيرة اه بيعني برغم السيناريوهات يعني انا قلت القراءة اللي قدامي بكزا بكزا شكل. عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله. اه ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين. وده غير السيناريو اللي قلناه اه في الاول اه عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. اه شايفة فيه تواصل اه في العلاقة دي الجماعة هيكونوا عن طريق شخص مشترك بينكن بالاتنين. فاهميني? فاهمين انا بتكلم عن ايه? العلاقة اللي فيها طرف التالت. اه اللي ما فيهاش اعتراف بحب بس انتو الاتنين بتحبوا بعض. شايفة هيكون فيها تواصل عن طريق شخص مشترك اه بينكو انتو الاتنين. يعني ايه شخص مشترك? يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه. اه هو الطرف ده مش هيوصل كلام. يعني مش هيوصل كلام منك ليه او منه ليك? لا. بس هيكون سبب. سبب بشكل او باخر. يعني بس مش مش هتستخدموه. الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكو. هو الموضوع هيحصل ممكن بالصدفة. اه هيكون سبب انكو تتكلمه او عالاقل هي اه الطرف التاني برج النزان هيبين حبه ليك. اه ده ممكن يحصل في الفترة زي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو. اه لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله. اه. علاقة برج النزان بالابراج الترابية. اه شايفة ان فيه علاقات كتير بالرغم انك افلتها او هو وشايفة السبب عند بعضكم ان ما فيش جدية في العلاقة. اه شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج النزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار. يعني انت برج النزان الكراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة. انت تعبين جدا. اه طاق طاق فضيت. اه. في حاجات كتير انت مش قادر تميزها. اه. في عندك افكار متناقضة. اه. وبالتالي بناء على ده كله فانت ما فيش استقرار نفسي. اه. حتى عند البعض اه. نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة. يعني في ناس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة نفسها. في علاقات انا شايفة مش مستقرة. اه. رايحة جاية حتى مع المرتبطين. يعني اللي في علاقة زواج. شايفة العلاقة رايحة جاية ما فيهاش اه. ما فيهاش اي استقرار. اه. مش مع المنفصلين بس. اه. شايفة برج المزم سيطرة عليه عليه في الفترة دي تقتل هوائية قوي يعني انت ساعد برج الميزان بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو الميزان بتبقى بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل اه ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت انت بتتحمل حاجات كتير بتعاني كتير بتيجي على نفسك في حاجات كتير بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كتير او تتحمل ردود افعالهم وبالتالي بيجي عليك فترة بتكون صعبة عليك وعالكل مش عليك انت لوحدك عليك وعلى كل اللي حواليك اه لان طاقتك بقى الهوائية بتظهر انه من كتر الضغوطات اللي انت تعرضت لها اه بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور اه بس انت في حاجة هتكتشفها الفترة دي والحاجة دي هتوضح او هتكون اجابة على اسئلة كتير بالدور في دماغها يعني انت من ضمن الافكار اللي في دماغك فيه اسئلة اه في حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي هتكون رد على الاسئلة اللي في دماغك دي اه شايفة فيه رجوع وارتباط مع ابراج نارية وبقوة لاني شايفة علاقة حب قوية غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفها منزهة يعني ايه يعني علاقة كده فيها اه حب حب الشخص لنفته يعني شايفها منزهة من اي شهوات بمعنى اصح ده وقدر توصل ولو فاهمين انا اقصد ايه انتو الاثنين بتحبوا بعض حب اللي هو بنسميه الحب الحقيقي اه لكن العلاقات السلطية اللي فيها طرف اه اللي فيها طرف برج ونيري انا شايفة اه يا برج الميزان اه ان القدر او ربنا هو دست اللي يقدر يجمع بينكم لان لو حصل تدخل منكم اه اه وده ممكن يكون اجابة على التردد لان انا شايفك يا برج الميزان متردد كتير او الطرف التاني هو اللي متردد كتير في حاجة بتاعكم في حاجة انتو خايفين منها في حاجة ماينفعش تقدموا عليها وده فعلا هنا هو الظهر عندي اه لو حصل اي حاجة منكم انتو غير غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية بس مش لازم ان هي تقرب جدا او مش لازم انتو اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده لان انا شايف هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تاني اسفة ان انا اقول كده بس هي دي القراءة اللي قديني لو انتو اتصرفتوا من نفسكم فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تاني انا هنا بتكلم عن سيناريو معين عن علاقة معينة ما بتكلمش البرج النزام كله زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا باي شكل يعني ولو بتنميح لان انا شايفة ان برج النزام محتاج جدا انه يتأكد رغم انه هو بيحس ده بس محتاج جدا انه يتأكد ان الطرف التاني هو كمان بيبادله نفس الاحتفال رغم انه هو حاسس شايفة ان ده هيحصل قريب زي ما قلت بمساعدة شخص تالت مشترك بينكم شايفة انكم بتحسوا ببعض احساس قوي جدا برغم ان مفيش مصارحة فعلية وزي ما قلت ان المنع اقوى منكم انتو الاثنين العلاقة دي محتاجة صبر شايفة هتتحل الوحدة يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل هي هتتحل بس من عند ربنا مش انتو لو انتو اللي عملتوها هيبقى فيها خسارة لحاجات لحاجات تانية كتير وادام خسارة يبقى حاجات هتوجعكو يعني ادام ظهرت في صورة خسارة يبقى هي حاجات هتوجعكو فبالتالي العلاقة اللي انتو هتشوع بعد كده او الحب اللي بينكم بعد كده او لو حصل الصباط ناتج عنه خسارة في حاجات تانية مش هيكون مش هيكون فيها راحة يعني مش هتكونوا مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة وبالتالي هيأثر عليها فاكيد ده اللي مش عايزينوا ليها يعني بعضوكو بقى يا برج الميزان اللي بيتعامل في الحب بدماغه شايفة في بعضوكو بيتعامل بدماغه زيادة عن اللذوم انت في حاجات كتير شايفك فاهمها غلط وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط يعني في حاجات كتير انت بتتعامل بدماغك ازاي يعني كتير لاغي قلبك كده وتتعامل بالذكاء يعني لا انا مش هرجع عشان الاحسان يكون هو بيفكر فيه كذا فانا هعمل كذا لا في حاجات كتير عندك غلط مش مستح انك بتتعامل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية عندك شكوك كتير عايز اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية مش قلبنا بس ولا عقلنا بس ده بالنسبة لللي بكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدماغه شوية المنفصلين مع ابراج هواقية شايفة فيه هيكون رجوع ان شاء الله بس فيه رجوع بشروط وفي الغالب الشروط ديت هكون من ناحيتك انت يا برج الميزان انت فيه حاجات شفتها في العلاقة دي يعني انا شايفك اتعرضت لخزلين انت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي اتقابل اتقابل يعني شايفة اتقابل بممكن نقول مش غدر بس قل التقدير فانت قررت لو فيه رجوع هتكون يعني هتحطله شروط او هتكون بالا هتكون عايزو بالشكل اللي رايحك انت اه ام كراءة موفقة يا برج الميزان اه ما تنسوش السابسكرايب واللايك والشير لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وهستنى تعليقاتك عن الفيديو ان شاء الله شكرا من المتابعة بورجيني دين